موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضاء أهلا بكم نبدأ هذه النشرة بالعنوين موسيقى رئيس الجمهورية يهني رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها موسيقى نايب رئيس الجمهورية الرئيس الوزراء يشيد بالدور الإعلامي الوطني المتميز لقناة عدن الفضائية في الرياض موسيقى موسيقى والمقاومة تتقدم في كافة الجبهات وتكبد الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد العسكري موسيقى أهلا بكم الجديد لتفاصيل بعت الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة للسيدة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وأعرب رئيس الجمهورية باسمه وباسم شعب وحكومة الجمهورية اليمنية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس سوماروغا ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري طرد التقدم والازدهار أشهد المهندس خالد محفوظ بحاح نايب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالدور الإعلامي الوطني المتميز والأداء المهني الرفيع الذي تؤديه قناة عدن الفضائية في هذه المرحلة الحساسة والتي تمر بها بلادنا وإسهاماتها العظيمة في رفض ودعم وإسناد المقاومة لدعم ميليشيا أو لدحري ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح جاء ذلك خلال زيارته لمقر قناة عدن الفضائية في الرياضة مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير قام المهندس خالد محفوظ بحاح نايب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء قام بزيارة تفقدية لمكتب قناة عدن الفضائية في الرياضة وكان في استقباله الزميل فارس محمد سعيد القائم بعمل رئيس قطاع القناة مدير الأخبار وكافة العملين في القناة وفي اللقاء هناب حاح العملين في القناة بمناسبة عيد الفطر المبارك متمليا لهم دوام التوفيق والنجاح في نشاطات معطاتهم الإعلامية المتميزة مشيدا بالدور الإعلامي الوطني الذي تؤديه القناة في هذه المرحلة في طار تنفيذها للرسالة الإعلامية الوطنية الملقات على عاتق جميع الإعلاميين لرفض وإسناد المقاومة البطولية التحررية لدحر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح أولا تحية لكل القائمة على هذه القناة بهذا القهد الكبير بالعادة المصغر والذي أنشأوا هذه القناة في فترة وجيزة وفي خلال تقريبا أسابيع من أجل استعادة صوت عذن وصوت اليمن مرة أخرى من خلال هذه الزيارة الميدانية أعتقد انطباع مميز جدا هناك تتبع الأحذاث اللي بوجودة في الداخل بإذن الله في الأيام القادمة في الأسابيع القادمة أن نكون معا في القناة الرسمية ووقع القناة الرسمية في مدينة عدن في منطقة التواهي بإذن الله قريبا وأعتقد أن هذا القهد لن ينسى سوف يكتبه التاريخ أن هناك شباب وشابات استطاعوا أن يقدموا صوت عدن ولن ينطفع أبدا في عزل الألة وأصعب الظروف التي مرت بها عدن هذا واستمع نايب الرئيس رئيس الوزراء إلى الهموم والمصاعب والمتطلبات الضرورية لدعم القناة وتطويرها ووعد باتخاذ الإجراءة العجلة والكفلة بتحقيقها كما تحدث عن عدد من القضايا الوطنية وما قدمته الحكومة وما ستقدمه للمواطن خلال الفترة المقبلة خاصة بما يتعلق بالإغاثة في عدن والتي تحررت من دنسي ميليشيا الانقلاب والتمرد الأساس والهدف الرئيسي في الوقت الحاضر هو الإغاثة أعتقد أنها الأيام القادمة وربما قدم الأسابيع الماضية والأيام الماضية شاهدت عدد من الطائرات وهناك أسطول كبير من الطائرات بإذن الله سوف تكون في مطار عدن المركز الرئيسي الآن للإغاثة بشكل كامل في اليمن سوف يكون من عدن بدلا من قبوتي والشكر القزير كذلك العشقان في قبوتي الذي يستضافون الأشهر ماضية ونقول بإذن الله عدن سوف تشهد حراك كبير جدا من خلال نقل الإغاثة أكان برا أو قوة أو بحرا وقد لاحظناها في الأيام الماضية وسوف تلاحظوها بشكل كبير جدا بإذن الله عند استكمال البنى التحتية التي تضررت في خلال الأشهر الماضية رفق نائب الرئيس رئيس الوزراء في هذه الزيارة وزير حقوق الإنسان الوزير المكلف بوزارة الإعلام الأستاذ عز الدين الأصبحي والأستاذ اسكندر الأصبحي مدير مؤسسة الإذاعة وتلفزيون وعدد من المسؤولين في الدولة دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية الدكتور هادي بن علي اليامي جميع هيئات حماية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة وخاصة مجلس حقوق الإنسان للتحرك الفوري لتحقيق في الجرائم التي ارتكبها أو تم ارتكابها في اليمن من قبل الميليشيا الانقلابية وإعداد تقارير عنها لملاحقة المتورطين ومحاسبتهم على هذه الجرائم هذا طالب دكتور اليامي في بيان له اليوم الهيئات المسؤولة عن تقديم الإغاثة والدعم بتكثيف جهودها لتطويق الأزمة الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها ملايون سكان من المدنيين في اليمن وأكد دعم مسار حقوق الإنسان في اليمن وتلبية دعوة الحكومة اليمنية إلى زيارة عدن وتعز وكذلك المناطق اليمنية كافة مشددا على أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعد التمرد المسلح والذي تقوده جماعة الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح تهديدا خطيرا وجسيما لجملة الحقوق والحريات الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان وكذلك معايير حقوق الإنسان العالمية عبرت منظمة هيومن رايس ووتش عن إدانتها الشديدة لقصف المتمردين الحوثيين لمناطق مأهولة بسكان دون أن تلتفت إلى المدنيين ونبهت القادة الحوثيين إلى إمكانيات محاكمتهم أمام القضاء الدولي في قضاء جرائم حرب وقال مسؤول حالات الطوارئ بالمنظمة أولي سولفانغ قال في بيان له إن الميليشيا الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح أصفت مناطق مأهولة بالسكان في محافظة عدن بقذائف الهون والصواريخ دون أن تبدي التفاة إلى المدنيين الباقين في تلك المناطق هذا أشار إلى أن أكثر الهجمات دموية هي نيران قذائف الهون في منطقة دار سعد في التاسع عشر من شهر يوليو الجاري والتي قتلت عشرات المدنيين بينهم أطفال وأضف سولفانغ أنه على قادة الحوثيين أن يدرك وأنهم قد يواجهون المحاكمة على جرائم الحرب للأمر بهجمات الصواريخ العشوائية على الأحياء المدنية أو مجرد الإشراف عليها هذا وأوضحت المنظمة أنها زارت أربع مناطق في عدن استهدف فيها مدنيون ووجدت فيها أثار انفجارات ناتجة عن مدافع الهون وصواريخ الكاتيوشا قام اللواج معان الغامد مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية في العاصمة السعودية الرياض والوفد المرافق له من وزارة العمل وكذلك المديري العام للجوازات قاموا بزيارة مراكز تصحيح أوضاع المغتربين من اليمنيين الموجودين بطريقة غير نظامية في منطقة جيزان جنوب المملكة وخلال الزيارة تفقد لواء جمعان الغامد والوفد المرافق له ومعه قائد الشرطة ورئيس اللجنة الأمنية بمنطقة جيزان اللواء ناصر صالح الدويسي تفقدوا مركز التصحيح الأول في المدينة وكذا مركز إدارة الوافدين ومركز الجوازات التي تعمل فيها اللجان الخاصة بالتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين بطريقة غير نظامية وطلع لواء جمعان الغامد على سير العمل في مراكز التصحيح بالمنطقة مشيدا بما تقوم به اللجان الخاصة بعملية التصحيح من جهد كبير وإنهاء إجراءات تصحيح الأوضاع بكل يسر وسهولة هذا حث الغامد لجان التصحيح للإسراء بعملية التصحيح حتى تتمكن من تصحيح بشكل كامل يتمكن من الحصول على العمل وإعالة أسرهم والعمل والإقامة بطريقة نظامية ودعا الغامد كافة المغتربين اليمنيين المقيمين بطريقة غير نظامية للاستفادة من المكرمة الملكية والتي ستنتهي يوم الثلاثين من شوال الجري من جهة أشاد رئيس الجالية اليمنية بمنطقة جيزان الأستاذ عبدو الشوخي أشاد بالمكرمة الملكية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتصحيح أوضاع المغتربين اليمنيين في المملكة بطريقة غير نظامية ليتمكنوا من العمل والإقامة بطريقة نظامية هذا عبر المغتربون اليمنيون بمنطقة جيزان عن خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه المكرمة الملكية كما عبروا عن شكرهم للجوازات السعودية بالمنطقة وكذا الجالية اليمنية والقنصلية اليمنية على اهتمامهم بأبناء الجارية اليمنية بمنطقة جيزان وصلت اليوم إلى مطار عدن الدولية طائرة الإغاثية السعودية الرابعة التي تحمل عشرة أطنان من المستلزمات الطبية والتي تأتي انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود بتقديم مساعدات عاجلة لأبناء الشعب اليمني في عدن وفي مختلف المحافظات هذا قالت اللجنة العليا للإغاثة إن طائرة الإغاثية الرابعة التي وصلت اليوم إلى مطار عدن الدولي تحمل عشرة أطنان من المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل الطبية لمرضى غسيل الكلة والتي سيتم توزيعها على كافة المشافي والمراكز الطبية في مختلف محافظات الجمهورية كما أشارت اللجنة إلى أن طائرة الإغاثية بيرافقها فريق إغاثي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وكذا فريقه من منظمة أطباء بلا حدود قدم برنامج الأغذية العالمي مواد غذائية لنحو 340 ألف شخص في ثماني من المناطق الأكثر تضررا بمحافظة عدن وأعلن البرنامج في بيان له أنه يقوم بتوزيع حصص غذائية تشمل دقيق القمح والبقوليات وزيت الطهي مشيرا إلى أن الحصص الغذائية تكفي لمدة شهرين هذا أضاف أنه يعمل على التغلب على انعدام الأمن للوصول إلى الأسر اليائسة وغير قادرة غير القادرة على إطعام أطفالها هذا تمكن البرنامج منذ ويبريل الماضي من الوصول إلى أكثر من مليونين ونصف المليون شخص من المتضررين من النزاع ومن شدة انعدام الأمن الغذائي في 13 محافظة في اليمن الجدير بالذكرى أن المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية إلى محافظة عدنياتي بعد أن تمكن أبطال المقاومة وقوات الجيش الوطني الموالل الشرعية من تطهير محافظة عدن من الميليشيا الحوثية المتمردة وقوات المخلوع صالح الإنقلابية أفادت مصادر في المقاومة بعد أن قواتها مدعومة بوحدات من الجيش الوطني سيطرت على نقطة العلم الاستراتيجية والواقع على طريق الرابط بين محافظتي عدن وأبيان والتي تعد موقع مهما يربط بين محافظات عدن ولحج وأبيان هذا كذا قادة في المقاومة استمرارهم بالتقدم حتى تحرير باقي المناطق في لحج وأبيان لتأمين كل الطرق المؤدية إلى مدينة عدن وتشهد مناطق شمالي عدن مواجهات بين المقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بعد أيام من تحرير عدن ويعد مثلث العلم من أهم النقاط أمنيا وعسكريا وهو منطقة مفتوحة تربط عدن وأبيان وتتصل أيضا بمحافظة لحج هذا كانت قد شنت قوات التحالف العربي غارات على معسكر اللواء 15 في مدينة زنجبار مركز محافظة أبيان بينما في تعزكدت المقاومة الشعبية أنها سيطرت على تبة مسعود الاستراتيجية بعد اقتحامها قرية حدنان بدعم من وحدات من المجلس العسكري في المدينة وضافت أن قتلى وجرح من ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح سقطوا في كمين نصبه أفراد المقاومة بالقرب من مدينة الصالح بالحوبان شمال تعز وأكدت مصادر ميدانية أن أربعة قتلوا وأصيب نحو عشرين آخرين من الميليشيا وأن عشرات آخرين فروا إلى منطقة الوادي في تعز أعلن أبطال المقاومة في الضالع اليوم مقتلى ثمانية عشر من مسلحي ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بمنطقة سناح في المحافظة وقال مصدر في المقاومة أنه تجددت المواجهات بين المقاومة والانقلابيين في منطقة سناح الواقع شمال مدينة الضالع منذ مساء أمس حتى صباح اليوم هذا تمكن أبطال المقاومة من قتل ثمانية عشر متمردا وأسر ستة آخرين وقال أشهد عيان أن المتمردين نقلوا بسيارتين عسكريتين عددا من القتلى والجرحة من منطقة المواجهة في سناح لمشافي في مدينة دمت وأب من جهتها فادت مصادر طبية في الضالع بسشهاد أربعة من أبطال المقاومة وإصابة آخرين نقلوا إلى المشفى لتلقي العلاج قتل ثمانية عشر على الأقل من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وجرح آخرون في مواجهة مع أبطال المقاومة والجيش وغارات لطيران التحالف منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم في محافظة مأرب ذكرت مصادر في المقاومة أنهم تصدوا لهجوم عنيف شنه الحوثيون في جبهة المقدرة شمال غرب المحافظة وقتل خلالها ستة من المتمردين وجرح آخرون هذا أشارت المصادر إلى أن من مواجهات بأسلحة ثقيلة اندلعت في وقت متاخر من مساء أمس واستمرت حتى صباح اليوم قتل خلالها أربعة من المتمردين وجرح شخص آخر إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي نحو عشرين غارة جوية منذ مساء أمس مستهدفة مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في مناطق متفرقة من محافظة مأرب وفي البيضاء لقيا عدد من الحوثيين حتفهم مساء أمس جراء كمين نصبته المقاومة الشعبية ضد حافلة تابعة للحوثيين وقال سكان محليون إن المقاومة نصبت كمينا لحافلة كانت تقل عددا من المتمردين كانوا في طريقهم إلى مدينة شبوة مشيرة إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وفي سياق آخر أفادت المصادر بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة وميليشيا الحوثي والمخلو صالح وقرب جبل الثعالب بقيفة رداع شمال البيضاء نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين رئيس الجمهورية يهني رئيسة الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء يشيد بالدول الإعلامي الوطني المتميز لقناة عدن الفضائية والمقاومة تتقدم في كافة الجبهات وتكبد الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد العسكري انتهت النشرة شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة